قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينسي ستولتنبرغ أن الحلف يرحب بالوساطة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية وأي وساطة يجب أن تراعي مصالح كياذ وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل أضاف ستولتنبرغ أن روسيا تواصل خطبها النوية المتهور مشيرا لأن اجتماعات حلف النيتو ركزت على زيادة الإنفاق الدفاعية أنا أرحب بفكرة أن القادة الأفريقي قد زاروا العاصمة الأوكرانية كياذ وأنا أعتقد أن هناك جهود مختلفة مفتولة لإيجاد حلا لهذه المسألة ولكن أي حل يجب أن يكون عادل ويسهم في أحلال السلام وإذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها الآن فستختفي عن الوجود كدولة مستقلة ولكن في حال توقفت روسيا عن هذا القتل فسنتمكن أن نحل السلام بالتالي الرئيس بوتين وموسكو والجيش الروسي يجب أن يتوقفوا عن أعمالهم فنعرف أن الضحية هي أوكرانيا وأي جهود لإيجاد حل سلمي يجب أن يعملوا على إساءة السلام والحفاظ على أمن أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر